اكد سعادة الدكتور محمد بن بارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية مواصلة الجهود الرامية لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لا سيما في قطاع التعليم ومواصلة العمل على رفع أدائها وكفاءتها بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية والذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي عقده سعادة الدكتور محمد بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وسعادة المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية والسيد علي الحمادي مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية والدكتورة زبيدة الشيخ من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وقال الدكتور محمد بارك بن أحمد إن هذا التحديث الشامل لتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية من شأنه أن يسهم في تسير عملية توظيف المواطنين مع مراعاة التدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها من المؤهلات المهنية مشيرا إلى أنه عمل تحديث شامل على ألية التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين حيث سيتم تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات وربط أنظمة الجامعات المحلية مع أنظمة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومن ثم تدقيق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على بيانات المؤهلات العلمية أما بخصوص الشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين فأوضح المدير العام لشؤون المدارس بأنه تم إلغاء الزامية معادلة الشهادة والاكتفاء بالتحقق من صحة الشهادة عبر شركات متخصصة في التدقيق على صحة المؤهلات الموصى بها من وزارة التربية والتعليم تم الإعلان على الإجراءات التطويرية لنظام التحقق من صحة المؤهلات العلمية سواء الصادرة من داخل مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين الهدف الواقع هو تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين والمقيمين بحيث يستفيدون من فرص العمل المتاحة لهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مع الحفاظ على جودة التحقق من هذه المؤهلات فتم وضع نظام خاص بمؤهلات البكالوريوس في السابق كانت اللجنة الوطنية هي الجهة المركزية لجنة الوطنية تقويم المؤهلات العلمية هي الجهة المركزية الآن سوف يتم إزالة هذه المركزية ومن خلال التنسيق مع الجهات الحكومية سيتم الاستعانة بشركات متخصصة في التدقيق على صحة المستندات هذه الشركات بإمكانها تزويد الجهات الحكومية بصحة المؤهل جهاز الخدمة مدنية سوف يتولى هذا الموضوع وسيتم إنجاز الخدمة في فترة سريعة مقارنة بالإجراءات المعمول بها في اللجنة الوطنية تقوم الهيئة بالحرص على التدقيق على جميع الشهادات والمؤهلات العلمية التي ترد إليها لأجل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الصحية حيث تقوم الهيئة بالترخيص للمهنة الصحية لطباء الطبية والطب الأسنان الصيدلة التمريض بالإضافة إلى المهنة المعاونة تقوم الهيئة خلال شركات عالمية بالتأكد من صحة الشهادات التي ترد إليها ثم التدقيق أيضا على محتوى الشهادة من خلال لجان متخصصة موجودة في الهيئة بعد ذلك تقوم بانتحان لمزاولة المهنة